السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انا لكم مشاهدين اكرا من نهاردة انا فيديو جديد وعندنا نهاردة امبراطورية العالم 2027 طيب انا لير جات بالعالم الموبايل لا انا متجاتل اش يعني رسمي واسي برعب الكمبيوتر تاني لا لا انا بس يعني عشان امبراطورية العالم نزله مود جديد ان انت تلعب بالسعودية وبعدين تختار المود اللي هو السعودية تكون تحكم الوطن العربي كله في الصراحة المود ده يعني ما يتفوتش قلت لازم انزل لكم عنه خش على طول بالسعودية اصعب حاجة وبعدين او اتحاد العالم العربي في عهد الملك السعودي الجديد فعلى طول نبدأ اللعبة ونشوف الصراحة يعني انا ما شفتش اي حاجة بس غير يعني تقريبا عدد الجيش والسكان لا ملحيتش في السكان حتى بس طبعا السكان معرفين هيكونوا حوالي ربعمائة وخمسين مليون او ربعمائة مليون في الحدود دي بالنسبة للاقتصاد فالاقتصاد مرتفع جدا برضو والجيش قوي جدا بس لسه في حاجات كتيرة او ما شفتهاش وعايز اشوفها قلت اشوفها معاكم طبعا جماعة زي ما انتم شايفين كده اني بعديش كده شوية وزي ما انتم شايفين الفلوس عندنا قد ايه عندنا السكان قد ايه مساحة الاراضي قد ايه وزي ما انتم شايفين كده كل اللي بالاخضر في الخريطة تابعنا معادة طبعا نيجيريا ومعادة باكستان عندك هنا مصر موريتانيا المغرب الجزائر تونس ليبيا السودان الصومال جزر الكمر عندك اليمن عندك عمان عندك الامارات عندك السعودية طبعا لان ايه اصلا صاحبة الموضوع كله عندك العراق عندك الاردن عندك سوريا عندك لبنان عندك فلسطين وطبعا لو انتم ملاحظين ان اسرائيل مبادش موجودة تقريبا والله يعني لو عملوا كده يبقى حركة جمدة جدا منهم تعالوا نشوف كده نشوف اسرائيل موجودة ولا لا لو شلوها بالاسف موجودة طيب نحتله يعني دي اسهل حاجة دلوقت اسرائيل دي فين اصلا يعني بالصومة تقريبا نده المساحة الاجبر لفلسطين تقريبا يعني على العموم كده يعني الصراحة لحد دلوقتي كده دنيا تمام والمود حلو نخشش على الاسلحة بتاعتنا عندنا هنا جماعة اتنين مليون سبعمية خمس وتسعين الف مئة وسبعين جندي سبعة وخمسين الف وخمس ومئة وعشرين مدرعة تسعتاشر الف امتين تمامية وستين دبابة سبعتاشر الف تلتمية سبعة وتلاتين مدفع وعندنا سبعة تلاف ستمائة وعربعين صاروخ منضل الطيران الفين خمسمية وخمستاشر طيارة نفاسة طبعا يعني اقل من امريكا اقل من نصا تقريباً عندنا ستمائة تلاتة وعشرين مروحية عندنا سبعتاشر طيارة بدون طيار سبعة وستين سفينة حربية ستاشر غواصة ساروخ باليستي عندنا خمسين صاروخ مدد للصواريخ الباليستية عندنا تلتمية خمسة وعشرين الف جندي احتياط اهو ظابط احتياط. عندنا بالنسبة للكيميائي السواريخ الكيميائية والرؤوس الكيميائية مكتملة البحث بتاعتها. انما ويقول بيولوجي خمسة وعشرين من خمسين وخمسة وعشرين من خمسة وثلاثين سهل برضو ان احنا نخلصهم. تعالوا نشوف الاقتصاد بقى. المفاجأة بقى. المفاجأة في الاقتصاد بقى جمعا. زي ما تشايفين كده الاقتصاد ستة وتسعين مليار. ايوا ستة وتسعين مليار. عندنا جماعة ضرائب المدنيين تلاتة وسبعين مليون ستمية واحد set 73 مليار يا جماعة 600 واحد وخمسين مليون 22 مليار 357 مليون اه دي الارباح التجارية. طبعا رقم ضخم جدا ضخم جدا جدا جدا. تعالوا كده نشوف اللي بعده اللي هو تعالوا نشوف يا جماعة تكنولوجيا بتاعتنا اخبارها ايه عندنا مثلا بالنسبة عايزين نشوف الصناعة العسكرية لأسف وطعيفة جدا بس احنا لو عايزين نطورها محي سهل جدا احنا نطورها الغزو عن طريق البحر برضو سهل جدا كلها حاجات بسيطة دلوقتي يعني تمام تدريب الجنود مش عارف ايه الكلام ده هما يعني بالنسبة للتكنولوجيا وكده وما مش متورين كويس بس ما فيش مشكلة احنا نطورها يعني حاجة سهلة جدا وبالنسبة للامر الصناعي قدينا بعدنا دلوقتي امر الصناعي اهو اه نعمل دي برضو كده نقدر اه نصنع حملات طائرات اشتريناها دي ولا ايه اشتريناها تقوليش لأ اه خلينا برضو نخش دلوقتي على ايه الانتاج العسكري او الانتاج العسكري دلوقتي بيبقينا بننتج تمنتلاف اه جندي او يعني كل شهر او كل دورة بيجينا تمنتلاف جندي زيادة ومضرعاتين ومدفعين ودبابة طبعا قليل لسه بس نقدر ان احنا نطور اكتر واكتر 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 عندنا طبعا يعني حاجات كثيرة جدا 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 نقدر يعني الحرب على اي دولة احنا عايزنا من غير ما نخاف طبع يعني تعالوا مسلا كده نخش على مخاورات بتاعتنا الجميلة ونخش بقصور امر الصناعي نخش على اسرائيل دي الدولة اللي علاقتنا بيها وحشة زي ما ترايفين كده اسرائيل جيشها قد ايه واحنا جيشنا قد ايه احنا عندنا تسعتاش الف دبابة اتنين وخمسين الف ولا لا تسعة وخمسين الف مضرعة وايه بصوا هم قد ايه واحنا عندنا اتنين مليون وسبعمية الف جندي او تبنمية الف جندي بصوا هم قد ايه عندنا دخلين على التمان تلاف مدفعية تقريبا بصوا هم قد ايه بصوا 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 احنا هنمسح بيهم الارض هنمسح بيهم الارض يا جماعة بس رب بس ايه الفيديو ما يتوقفش زي تلات تربع فيديوهات امبراطورية العالم ونص الفيديوهات او مش نص الفيديوهات تقريبا كل الفيديوهات اللي بحتل فيها اسرائيل او بضرب فيها اسرائيل لازم تتوقف يعني حاجة قرب بجده فخلينا مثلا نخش دلوقتي برضو عندنا الدولة علاقتنا بيها وحشة وهي ايران ايران علاقتنا بيها وحشة فخلينا برضو نروح سور امر صناعي كده برضو اقوى منها واحسن منها ونقدر ان احنا نمسح بيها الارض نفيش خالص اي مقارنة احنا اقوى جدا 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 فخلينا دلوقتي ان احنا نخش على غرفة الحرب ولا لأ خلينا نعلن الحرب الاول احنا دلنا حدود مع جمهورية افريكا الوسطى اتشاد ايرتريا اسيوبيا ايران اسرائيل كينيا مالي نايجرس نغال جنوب السودان تركيا ده احنا هنتوسع توسع جدا ما بيش احلى منه بس يعني برضو لسه جيشنا مازال محتاجة اطورات بس في البحوث بس يعني عشان نقوي الجنود نقوي الدبابات نقوي الاسلحة بتاعتنا نزيد الانتاج العسكري بتاعنا ما ظنش نحنا محتاجين نشتري يعني تاني فخلينا على طول نخش على اا الدبلوماسية وبعدين نخش على اسيا ونخش على الكيان السهيوني واعلان الحرب على طول وبعدين نخش برضو على اا ايران ولا خليها واحدة واحدة برضا عشان مش عايزين المعارك تطول قوي فخلينا على طول نخش غرفة الحرب ارسال قوات ارسال سين في المية الى الحدود مع الكيان السهيوني او مرتزك مرتزكة اللي هنا دول اا خلينا دلوقتي نمرر الدور ونشوف اللي هيحصل طيب يا جماعة خلينا على طول نخش نشوف ايه اللي حصل في اخبار الحرب استعدية احتلال مدينة الرئيسية في البلاد اسرائيل خلصنا على جيشهم خلاص اصلا خلصنا على جيشهم مش محتاجة خلاص حاجة تاني نخش على العلاقات اسيا احنا دلوقتي لينا في اسيا ولينا في افريقيا ويعني جامدين جدا ايران تقديد السعودية نجح التهديد وتم تحسين العلاقات طب والله العظيم لعنة الحرب على ايران بس بعد ما خلص على اسرائيل هي الدولة اللي بعد اسرائيل على طول اه خلينا لؤون المتحدة نشوف كده القرارات دي فيه فلوس يلا يا باش تلاتة مليار انتوا فاكرين اجدها لما كنا بنلعب بالدول اللي احنا كنا بنلعب بها بيجينا ميت مليون وده بالكتير قوي خلينا دلوقتي ايه نخش دي برضو على اللي بعده عندنا هنا ستمائة واتماشر من ايه ده يا جدا يعني ايه الايهانة اللي احنا فيها دي بس برضو فلوس حلوة برضو اي فلوس فهي حلوة اه خلينا دلوقتي نخش على على بتاعتنا خلينا نخش برضو علشان نطور مش عارف الله ينطور ايه ولا ايه احنا جمدين جدا خلينا نطور الانتاج العسكري بتاعنا وفي نفس الوقت برضو نطور الغزو عن طريق البحر لان دي حاجة تكون مهمة جدا بالنسبة لجيش قوي زينا كده حاجة مهمة جدا جدا تطوير المدفعية برضو حاجة مهمة عندنا ايه تاني ممكن نعمل به بالمليار تطوير الطيرات بدون طيار مش هنحتاجه تزيد معدل موليد السنوي بنسبت واحد من عشرة في الماحل وبردو دي طورها مفيش مشاكل يعني اي حاجة بتزاول لنا في الفلوس وبعد كده نقول تمرير الدور ونشوف هنعمل ايه مع اسرائيل تاني طب يا جماعة خلينا على طول نشوف ايه اللي حصل تاني مع اسرائيل السعادية وصلت الى طريق مسدود دي زي الكلام ده حدود البلد البحرية تحت الحصار اكيد هم يعني متقوليش ان انا وبعدين هم اجابوا الاسلحة دي من تاني يعني ان انا اعرفوا ان احنا نفخناهم شكل كده المعركة عطاول ويقرفونا بقى بس دلوقتي حدود البلد البحرية تحت الحصار بتاعتهم هم واكد لكم دلوقتي لما نخش نشتري سلاح بالنسبة لاخبار العلاقات فبالنسبة للاسيا مفيش اي حاجة مضرة لنا خلاص فيش مشاكل نخش على طول قرار الامم المتحدة ده نشوفه بنوب افريقيا تمام اتنين مليار كده في السريع مفيش مشاكل ونخش على اللي بعده اللي هو سيراليون سيراليون وهولندا برضو ستة مليار مبلغ حلو جدا طبعا نخش دلوقتي على شراء الاسلحة عشان بس ايه نعرف مين اللي متحصر بالزبط شراء الاسلحة سوق الاسلحة هم اللي متحصرين طبعا حلوة نخش دلوقتي على التكنولوجيا بتاعتنا وبعدين نخش يا باشا على زيادة حجم قاعدة الجيش كواته الخاصة بك على الاحتياط اضافة خمسة وعشرين الف جندي لكواتك المشطة والله ايه انا دي مش مش فاهمة بالزبط يعني يا ريت يا جدعان اي حد يقول لسيونس الجيش دي بالزبط بتعمل ايه خلينا دلوقتي ستزيد دراية بالمعالمة وطنيك وزالك سوقات دي ازدياد داخل الدولة بنسبة عشرة في المية انتم متخايلين يا جدعان المبلغ هنصرف عشرة مليار بس هيزود لنا عشرة في المية هلو قوي الكلام ده دوت بالنسبة تكاليف الاسلحة تكاليف البحث احنا دلوقتي بنتظر في البحوث جامعة خلينا نخفض تكاليف البحث لحد عشرة في المية وبعدين نخش تاني هنا بقى على ايه على الغزو البحر بعد الغزو البحري نخش على على التجسس الصاريخ الباليستية خلينا ننتج صاريخ باليستية في البلد عندنا حلو جدا كده وتعالوا نخش بقى على الاقتصاد مرة تانية ونشوف دلوقتي بقينا بيجينا مية وتلاتة مليار في الدورة حلو جدا ولا مش حلو جدا هلو جدا جدا تعالوا نشوف دلوقتي هنعمل ايه طبا جماعة خلينا على طول نخش على اخبار الحرب والسعادية احتلال مدينة رئيسية في البلاد في بلاد الاحتلال مش اقول اه في البلاد حاجة خلاص اجدعاني يعني خلاص هم شايفين كده حتى الجيش بتاعهم بيقل جامد قوي فاللي هو معناه كده انهم بقدروش اشترهم والدورة اللي فاتت اشتروا فالمرة دي اظن خلاص خلاص كده انتهى امل دولة الاحتلال في الحياة ملوهمش اي مكان تاني كده خش على اخبار العلاقات اسيا يعني الدورة الجايبة كتير قوي نكون احتلناهم اا اا او حررنا حررنا اراضي المحتلة مش احتلال ده مش احتلال ده اا خلينا دلوقتي معنا مية اربعة مليار فخلينا نخش على التكنولوجيا مرة تانية التكنولوجيا طبعا مفيدة جدا جدا بس في الحالات دي لما يكون معك فلوس جامد قوي اصرف راحتك فالتكنولوجيا هتفيدك جامد جدا جدا خلينا دلوقتي نطور انتاج العسكري بتاعنا بس انا مش عايز احتان بقوي خلينا نشوف الغزز ومسلا بعدين نشوف ايه الجيش بقى بتاعنا الجميل دوت كده ونطور تجسس لا صاريخ باليستية تاني فيش اشاكل كده تمام وبعدين اا احنا عايزين نخش نشوف كده ايه دلوقتي عايزين نخش على غرفة الحرب ونشوف يعني جيشنا دي على الحدود مع اسرائيل تلاتة مليون مقاتل وطمانتاشر الف دبابة واربعتاشر الف مدفع ستة وخمسين الف مدرعة يعني انا مش عارف ازاي احنا لسه ما سحناش اسرائيل دي من على وش الارض وخلينا نخش يا جماعة والظن دي ان شاء الله تكون المرة الاخيرة اخبار الحرب لسه لسه السعادية تامة الغزو عميكا ندخل اراضي البلاد البلاد المحتلة خلينا دلوقتي نخش على اخبار العلاقات اظن اخبار العلاقات مفيش حد مفيش حد يعني يستجري انه يقال العلاقات معنا تمام كده حلو اوي الكلام بالنسبة برضو انا عايز يعني انه نتوسع اكتر بالدولة احنا نعتبر دي مسلا زي الدولة العصمانية كده نتوسع بيه دفنا احنا نتوسع اكتر واكتر تمام فنخش دلوقتي على التكنولوجيا ونخش دلوقتي على سلاح الليزر تمام نطور يا جماعة سلاح الليزر يعني الصراحة دوت حلو جدا برضو بما ان احنا ما عندهناش صاريخ كتيرة مضادلة لصاريخ الباليستية فالليزر برضو ينقذ حلو اوي يعني طبعا احنا النووي معانا خطر جدا يعني النووي ممكن كام صاروخ نووي كده يشيلونا مسلا ربع سكان الوطن العربي فاحنا مش عايزين الكلام ده يحصل اه خلينا نطور شوية في الاسلحة بتاعتنا هلو كده لنطور فيه المدفعية مدفعية اكتر حاجة الصراحة انا بعاني منها دايما بسبب نيب طنقص جامد اوي عايزين نطور برضو باقي الحاجات دي اللي هي الصاريخ وضادل الطائرات طبعا جماعة برضو عايزين نطور الملوحيات عايزين نطور طائرات النفاسة عايزين نطور الصاريخ وضادل الطائرات كل الحاجات دي خلينا دلوقتي ينمرر الدور مرة اخيرا ان شاء الله ان شاء الله تكون مرة اخيرة بقى خلينا نشوف يا جماعة ان شاء الله المرة الاخيرة لسه السوقات هي تم عادة الارد ما احتلالها مسبقا ان اسرائيل هناك حصار بحري صارح البلاد اسرائيل طيب يعني احنا لحد دلوقتي متقدمين كويس اوي دلوقتي دولة الاحتلال ما يقدروا ش يشتروا اي سلاح فدي حاجة حلوة خلينا نشوف دلوقتي كده يعني الخسارة جدا ان شاء الله الدورة الجهة تكون الدور الاخيرة طبعا ما عندنا قرارات في الوقت المتحدة دولة النيجر تمام انه يفق على طول مدام فيه فلوس خلينا دلوقتي نخش على التكنولوجيا برضو مش هشتري سلاح يعني مش هشتري سلاح كتير ممكن بس مسلا نخش دلوقتي على دولة نخش رسول الاسلحة نخش مسلا الصين نشتري يا جماعة صواريخ باليستية دي بس الحاجة الوحيدة اللي ممكن عمل اقدر اشتري الفين مية سبعة وتلاتين صاروخ باليستي وتكون اكبر صفقة صواريخ باليستية عملها في التاريخ خلينا نشتري الفين بس الفين صاروخ باليستي نتوقعوا هضرب بهم مية مثلا خلينا برضو نخش دلوقتي ونعمل حاملة طائرات نخش على شراء الاسلحة الصناعة العسكرية على طول حاملة الطائرات نقدر نعمل واحدة بس لأسف طيب فيش مشكلة وبرضو عندنا نقدر ننتج اي حاجة احنا عايزنا فدي حاجة حلوة خلينا برضو نخش برضو على نفس الدولة اللي هي الصين نشتري صاريخ مضادة للطائرات عدد قليل اه بس يعني هينفعون مية ستة وتمانين صاروخ مضاد للطائرات طبعا مش مفيدة قوي بس حالح حالح احسن من ما فيش برضو دلوقتي عملنا صفقات سلاح لأول مرة وان شاء الله بقى دي تكون اخر دورة اللي ما احتلناش اسرائيل في دورة اللي هي اضربها بالسويخ الباليستية كيميائية وانا هطور على فكرة ناوي وهطور البيولوجي هطورهم علشان كده كتير اي دولة هتضيقني على طول هنسفها مش هخلي فيها حتة تمام بس كده عشان نبقى عارفين اخبار الحرب لسه بردو كده اسرائيل حكمت على نفسها بالكيميائي او نشوف يمكن نطور مثلا النووي قبل ما نخش نحاربهم نشوف اخبار العلاقات ما مظنش يعني حد يقدر نوعي يقول علاقاته وحشة معنا رغم ان مش شايفه في مصلحتي خلي بالكم ان انا اضرب كيميائي نووي بيولوجي اي نيلة مش في مصلحتي كلها هتقلل علاقات الناس معي خرية الجنوبية تفاع اسكري مع الولايات المتحدة عندنا قرر في الام المتحدة تعالوا نشوفه كده من السحل العاج واركينا فسو يجد عن دول افريقيا بتتخانق مع بعض كتير قوي مش عارف ايه ده انا امتنعت عن التصويت دول افريقيا عايز حد يحل الازمة دي فانا هريحهم كلهم واحتل افريقيا كلها مش معقولة كده يعني بجد اصلا افريقيا على فكرة كلها نحتل لها يعني نظن كل دولة في دورة مسلا يعني مسلا اه نحتل كده لحد مسلا النص افريقيا لحد الحدود مع السوال كده ده يخلصولي مسلا ممكن اه هو بالزبط كده في فيديو ممكن اكون خلصت عليهم فيديو كده تلت ساعة ولا حاجة يكون خلصت عليهم كله نخش دلوقتي على التكنولوجيا ونخش دلوقتي سلاحة حكم بالطاقس مش وقته مش وقته سلاحة حكم بالطاقس خلينا دلوقتي نخش احنا كنا عايزين النووي والكلام الجامل ده فخلينا ننزل تحت النووي نفضل نطور في النووي لحد ده ما رسميا نقدر نعمل رؤوس نووية وبكده يا جماعة نعمل رؤوس نووية يعني رغم انه مش نحتاجه بس خلينا برضو يعني منظر كده ان احنا عندنا كل حاجة تمام وبعدين بقى الفلوس من الباقية ممكن ايه آآ زيت الدخل البلاد لكل استثمار اه شي بنسبة واحد في المية حلو برضو يعني كده يا زبود ده حوالي خمسة في المية تعالوا نشوف الاقتصاد دلوقتي مية وسبعة مليار طيب يعني نخش بقى على اللي بعده هي غرفة الحرب وبعدين نوع الهجوم خلينا نضرب اسرائيل تفجير الهدف عسكرية اسرائيل نشوف طيب اي يحصل ايه موتنا لو 25000 جوندي طيب حلو نشوف كده لما آآ لمرر الدور ايه اللي يحصل عشان نخلص بجد بجد اخر دورة لو كده هضربهم فعلا بسواريخ تعالوا يا جماعة على طول نشوف اخبار الحرب والسعودية بلد محتل اسرائيل اول مولت هضرب على طول بسواريخ خافوا طيب امريكا دخلت حربة مع روسيا وامريكا دخلت حربة مع كوبا طيب حاجة عظمه يعني احنا نقدر نخش دلوقتي نفرتك فيهم بكل سهولة بالنسبة العلاقات مفيش حد قلي علاقته معانا حلو جدا يعني بكده جماعة نكون عملنا اول هدف من اهدافنا من الاهداف التانية بقى عايدكم يعني تقولولي لو وصلتوا الفيديو ده لاربعين لايك عايزين ان احنا الفيديو الجاي نحتلي من نحتلي كده نص افريقيا مسلا او يمكن افريقيا كلها ممكن والله نقدر على افريقيا كلها في الفيديو الجاي ولا نحتل ايران وكم ده ولا كده مسلا ايران وتركيا مسلا لو قدرنا او ايران بس او تركيا بس او مسلا ان احنا نحتل زي ما قلتلكم كده افريقيا كلها تمام او نغز افريقيا كلها يعني زي ما حابين تقولوا اقولوا وهو دلوقتي يبقى عندنا مية خمسة وخمسين مليار خلنا نخش على الاقتصاد بتاعنا بينا نزيد مية تسعة ومليار اسرائيل ما فرقتش معانا ايه لها بل طي نخش على التكنولوجيا بالفلوس اللي معانا الجميلة دي خلينا دلوقتي نخش على الصناعة ده خلينا نخش على ابحاث تاني برضو نقلل اسعار الابحاث عندنا تمام اه خلينا دلوقتي الرعاية الاجتماعية سيبك منها الانتاج العسكري من تدريب الوحدات خلينا نخش على الصواريخ مضادة للطيارات خلينا نخش على الصواريخ مضادة للطيارات نطورها وبس هننخش على الصواريخ البلستية حلو كده قوي كده ما فيش يعني ما فيش فلوس تاني نعمل بها اي حاجة وبكده يا جماعة يكون الفيديو بتاعنا خلص اتمنى يكون الفيديو عاجبك من تساشل لايك اشتركوا في انتم اشتركوا فعل زر الجرس ان يجيل لك كل جديد وزي قلت لكم قولوا لي عايزين نحتل ايه بالزبط هنحتل افريقيا مسلا او نص افريقيا ولا نحتل لايران او تركيا او الاتنين مع بعض اقول لهم مسلا فيه فيه وقت اكتر مسلا لو عرفنا نحتل الاتنين نحتل لدولة كمان معاهم مسلا مسلا ممكن ايران تركيا افغانستان مسلا لو ادرنا او مسلا دول كلها الاخيرها تان دي تمام مع دباكستان مسلا تمام فعايزكم تقولولي دي حاجة مهم جدا عايزكم انتم يعني اتحددوا مسلا هنمشي ازاي في السلسلة لو لقيتكم مش متفاعلين في السلسلة يا جماعة في الوقت طبعا اضطر اوقفها فعايزين نوصل الفيديو ده الاربعين لايك وزي ما قلت لكم تقولولي عن احتل مين وبس سلام اشتركوا في القناة